قام المكتب التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية الذي يترأسه أمير الدودو أرتين بزيارة لمدينة ماسينيا حاضرة إقليم مشاري باكرمي وذلك بغرد تنصيب المكتب الفرعي للغرفة التجارية بالإقليم سعيد أحمد والتقرير تنظيم العمل والإصرار على سيره بشكل صحيح أحد أهم أسباب النجاح وعليه شهد المكتب الإقليمي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة والحرف اليدوية حفل تنصيب القنصل الإقليمي لشاري باكرمي مالم عمر رئيس غرفة التجارة أمير الدودو أرتين قال إن إقليم شاري باكرمي لا يقل أهمية عن باقي أقاليم البلاد وهذا الإقليم يتمتع بموارد طبيعية شتى وللأسف لم تستغل هذه الموارد بالشكل الكافي وهذا التنصيب جاء لفتح آفاق جديدة لسبل التجارة والاستثمار متمنيا عملا موفقا للمكتب الجديد وعقب تنصيب القنصل مالم عمر رسميا من قبل حاكم إقليم شاري باكرمي داود كينفور أوصى حاكم الإقليم جميع أعضاء المكتب على ضرورة العمل الجماعي والتنظيم وقد أثنى الحاكم على جهود غرفة التجارة وسعيها للخروج بما هو أفضل أما القنصل فقد انتهز الفرصة لتوجيه رسالته من الواجب إذا كان زوله تاجر يسأي أوراق هنالتجارة يقرب في إيدا وقد داك هو يكون تاجر جاد أراضي أنا الزراءة وجاد أراضي هنالكل شي دونك هسا التاجر ذات من الواجب يهرد عشان نمره من الكريس عشان تجارك ما هرته الكريس من السأب نمره منك منه المكتب الجديد يتكون من 15 عضوا يترأسهم قنصل الغرفة التجارية لإقليم شاري باقرمي لمدة لا تقل عن أربع سنوات